اشتركوا في القناة الاتثمارية لكل ما يتم على أرض مصر في محافظات مختلفة وفي أنشطة متعددة للحديث أكثر برحب مع حضراتكم بضيفي في هذا الحوار السيد المهندس أحمد عبدالحفيظ عضو مجلس دارة الاتحاد المصري لمقاولي التشهيد والبناء برحب السادسة كيفاند واحدة من الأنشطة الكبيرة للدولة المصرية الحقيقة أطعت فيها شوط كبير في المرحلة الأولى مبادرة حياة كريمة حاجة بتشوفي إزاي المرحلة الأولى في هذه المبادرة وما تم إنجازه على أرض الواقع في قطاعات متعددة بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا مشروع حياة كريمة ده يعني هو بيهدف إلى تحسين جودة المعيشة بالنسبة لجميع سكان القرى أو الريف المصري عامة على مستوى الجمهورية بالكامل المقصود بحياة كريمة هو إزاي أنا أوفر لك كل وسائل الراحة يعني مثلا من المرافق بالكامل مية كهرباء صرف صحي توصيلات غاز برص في الطرق بوفر في كل قرية وحدة صحية نقطة إسعاف مجمعات للخدمات ملك الشباب بحيث إن كل الأنشطة وكل الخدمات اللي ممكن تتقدم للمواطن بتبقى متوفرة في كل الأماكن فهي المقصود بكلمة حياة كريمة هو إزاي برفع من جودة المعيشة أو إن هو الإنسان بيعيش بحياة كريمة حياة محترمة بيلاقي كل وسائل الأمان كل وسائل الترفيه كل كل الخدمات متاحة ليه بسهولة فهي دي المقصود بكلمة حياة كريمة الحقيقة ممكن إحنا كدولة مصرية فقدم اكتسبنا خبرة كبيرة في قطاعات العالم كله أصبح بيشهد إن مصر تقدمت فيها مراكز زي الطرق والكباري وإنتاج الطاقة ومإلى ذلك هنا أنا بس ألساتك على مستويات التنفيذ وإحنا بنعمل المشروعات المطلقة بحياة كريمة يعني إلى أي مدى بيكون في مرعال لكل الاشتراطات إن إحنا بنعمل حاجة تعيش سنين بنعمل حاجة بمستوى عالي من الكفاءة يعني حاجة بنشوف هذا الأمر إزاي ومتعيشين معه إزاي وطبعا مشروع حياة كريمة فيه موصفات عالمية أو موصفات عالية جدا للتنفيذ بنزل لكل المستويات من فئة المؤولين بدأ من الفئة السابعة لغاية الفئة الأولى كل الناس يعني كل الشركات شغالة بكل درجاتها بكل تصنفاتها طبعا فيه إشراف مستمر من الهاية الهندسية أو من جهاز المركزي للتعمير والمكاتب الاستشارية اللي متعاقدين معها ومن وزارة الإسكان شراف دوري ومستمر الشغل نفسه لجودة معينة مواصفات مواصفات معينة طبعا فما فيش تنازل عنها فيه طبعا مراعاة وتدقيق شامل كل يوم فتنفيذ حياة كريمة لا يقل عن تنفيذ أي مشروع بيتنفذ الدولة في أي مكان يعني مهما كان فيهوة في قرية نائية بعيدة صغيرة لا يعني ليه في مواصفاتنا لازم نلتزم بها فعشان كده يعني طبعا حياة كريمة مشروع يعني واخد اهتمام كبير من الدولة ومن قيادة السياسية فالحمد لله يعني المشروع بيتقدم كل يوم عن الثاني المرحلة الأولى تقريبا يعني على وشك الانتهاء جاري التجهيز دلوقتي حاليا للمرحلة الثانية في خلال شهر أو شهرين هتبدأ انطلاق المرحلة الثانية وديها يعني هي حياة كريمة متأسمة إلى ثلاث مراحل بحيث انها هتغطي كل الريف المصري يعني ما فيش قرية في مصر مش هيوصلها مشروعات حياة كريمة احنا زي ما حاجة بتقول يعني على وشك الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى وبيتم الاستعداد حاليا لاختيار المراكز والقرى اللي هيتم فيها تنفيذ المرحلة الثانية البداية بتكون ايه؟ يعني بتكون الرسومات الهندسية بتكون احنا هنقدر نعمل ده ولا لأ تقدرات المالية يعني بداية الأمور والعروض بتيجي ازاي؟ هو بداية المشاريع أصلاً حضرتك بتتدرس احتياجات كل قرية اهى على أرض الواقع على أرض الواقع اه القرية دي مثلاً محتاجة مدارس محتاجة وحدات صحية فيها وحدة ولا ما فاش فيها نقطة تسعاف ولا ما فاش محتاجة مجمع خدمات بيخدم مثلاً قريتين أو ثلاثة جنب بعض أو مجمع قرى مع بعضيه نهيك بقى عن استكمال الخدمات الأساسية زي الصرف والكعرابة الصرف والمية والكعرابة ده لازم بتدخل بتستكمل كل ما هو موجود في القرية يعني شبكات المية بتستكملها بالكامل الصرف الصحي لو هو مش معمول في القرية بتعمل صرف صحي بالكامل برضو خطوط الكهربة بتبدأ تزود قدرة المحولات وقدرة الكابلات الكهرباء في القرى في دي تغيير شامل دي تغيير أساسي وبعد ما بينتهده كله بتدخل بعد كده مرحلة رصف رصف الطرق إنما المباني الخدمية دي بتحتاج بتتعمل دراسة لكل قرية هي محتاجة إيه بالزبط في كل مكان يعني فيدي هي اللي شغلين عليها دلوقتي بيعملوا دراسات بحيث أنه يقوله كل قرية أو كل مركز محتاج إيه بالزبط هيتعمل فيه طبعا كل اللي بتعمل الحاج بتقوله عليها الأفكار دي يعني بتستكمل مع المشروعات اللي تمت على أرض الواقع زي طبطين الترع زي الإسكان الاجتماعي كواحد من المشروعات الكبيرة اللي أثر بشكل أو بآخر برضو على حياة المواطن حاجة بتشوفي إزاي استكمالها زي مع مشروع زي الإسكان الاجتماعي هو طبعا مشروع الإسكان الاجتماعي ده يعتبر يعني اللي بتنفذ الدولة المصرية حاليا هو أكبر مشروع إسكان في المنطقة بالكامل مشروع ضخم جدا مشروع بيوفر سكن محترم لكل شاب يعني لما تيجي تحسبها بالمنطقة إن الشاب اللي بياخد مثلا شاءة إسكان الاجتماعي تسعين متر كاملة التشطيب بيدفع في المقدمة حوالي ستين ألف على ثلاث سنين بعد كده بيدفع أعصات على مدة ثلاثين سنة بفايدة ثلاثة في المية بالمبادرة الأخيرة فبتبص لها حضارك إنه بيدفع مثلا في الشهر حوالي من تمنمية للألف جنيه مثلا اللي هو القصة بتاعه في الشهر ده ما يوزيش طبعا الإيجار اللي هو لو حاب يأجر شاءة النهاردة يعني أي شاب النهاردة حاب يأجر شاءة مثلا من ألف ونص إلى ألفين جنيه وبيبقى مهدد إنه هو مثلا بعد سنتين أو ثلاثة بينتهي العقد بتاعه صحيح مش ملكه فمطري زود أو مطري يقبل زيادة الإيجار أو يبحث المديل إنه مديل بتبع سكن محترم ليك وسكن آمن إنك انت بتبع مستقر فيه أنت وأسرتك بالكامل مفيش في يوم حد هيقولك اطلع برة مفيش حاجة اسمها عقدة هينتهي خدمات بتوفرها له الدولة مستمرة حاليا وزارة الإسكان عاملة شركات صيانة للأمارات كلها عشان تعمل صيانة مستمرة عشان ما يحصلش الغلطات اللي كانت بتحصل في المشاريع الإسكاني لقبل كده إن كانت المشاريع الإسكان بتتسلم للسكان محدش كان بيسأل فيها صحيح فبتبص تلاقي الأمارات بتتهالك بعد فترة بسيطة لأ النهاردة فيه شركات صيانة مستمرة بتستلم مني نحن كالشركات منافسة وهي بتقوم بالصيانة مستمرة أي حاجة بتبوص بتتصلح البلايس إن الأمارات بتحافظ على شكلها أو حيويتها وبتحافظ على إن هي تبقى حاجة محترمة للي بيسكنها فترات طويلة يعني العالم كله بيعاني من تضخم والحقيقة إحنا مبادرة حياة كريمة عمل التنشيط في السوق بشكل كبير جدا وأصبح إن إحنا من ضمن الأساسيات هو الاعتماد على الإنتاج المحلي حاجة بتشوف أثر هذه المبادرة على إنعاش الشركات المصرية في القطاعات المتعددة عشتوا التجربة إزاي؟ طبعا هو مشروع حياة كريمة عمل إنعاش لكل قطاعات الدولة يعني النهاردة يعني قطاع المأولاد انتعاش كبير جدا طبعا قطاع المأولاد ده عبارة عن قاطرة بتجر حوالي 80 صناعة كل الصناعات في مصر حصل فيها طفرة حصل فيه طلب كبير جدا على منتجات المصانع النهاردة حياة كريمة مشروع ضخم جدا شغل بقوة باستمرار بدأت إزدهار في حركة الصناعة بشكل كبير جدا للحاجات اللي هي المغزية لقطاع المأولاد بس طبعا فيه حالة تضخم أو فيه حالة زيادة أسعار عالمية بس دي مش بسبب يعني داخلي دي حاجة عالمية بسطة نتيجة أسعار الكوفيد مثلا فكاد فيه حالة ركود فأنت كمان لازم تكون برضو أنت متأثر بما يحدث عالميا هذا برضو موجود على أرض الواقع أنت سوق عالمي أصلا النهاردة فهو أي حاجة بتأثر بره بتأثر عندك كتا في مصر فدي يعني شيء طبيعي يعني مش حاجة داخلية يعني بس الحقيقة لما تكلم على مصانع البلاستيك هتلاقي بتشتغل الحديد هتلاقي بيشتغل الإسمنت هتلاقي بيشتغل النجوارة بيشتغل الألموتال بيشتغل يعني المبادرة الحقيقة عملت إنعاش للكثير من القطاعات الموجودة في الحياة المصرية اللي كانت بتعاني أصلا من مشاكل في عملية الركود أو التسويق بشكل أو بآخر فالحياة دي يمكن كانت يعني فكرة دولة في أنها تعمل إنعاش وفي نفس الوقت بتعمل تنمية على أرض الواقع ها طبعا يقول حقيقة لقطاع المأولاد حوالي 80 صناعة بتغزي قطاع المأولاد وراء فده طبعا لما هو تحرك القطاع جر وراء 80 صناعة دولة بدأت حركة الصناعة بتزيد استرادنا للخامات زاد استهلاكنا للخامات نفسها زاد فحصل ضغط فالضغط ده عمل يعني شوية تضخم نتيجة زيادة الطلب على الخامات نفسها صحيح وفي تحرك في الأسعار العالمية تحرك في أسعار الطاقة حاليا مثلا في البترول في الغاز نتيجة الأحداث اللي هي في العالم كله الحرب اللي هي بالروسيا وأوكرانيا مش عارف إيح كلام ده كله بيأثر على أسعار الطاقة في العالم كله فبالتالي انت في مصر هنا بتتأثر بها بتتأثر بها خطاع البتر وكامويات بتأثر بها المنتجات اللي بتطلع من البتر وكامويات كلها فده شيء طبيعي يعني ردود فعلا الناس يا فانتم في الأماكن اللي بتشتغلوا فيها في حياة كريمة حكما تشوفوا ازاي لاي الناس طبعا مستقبلها المشروع بترحاب كبير والناس يعني حسد بالفرق فعلا بعد ما شافت المشاريع بتتنفذ على أرض الواقع يعني يعني النظر اختلفت تماما يعني الناس كلها كانت مشاكلة كالأول يا مشروع كبير مشروع ضخم هتجاب التمويل منين الشركات دي هتشتغل فعلا ولا لا فالكلام دي يقوله طبعا لما الناس بدأت تشوف الحاجات دي على أرض الطبيعة وبتشوف المشاريع قدامها يوم عن يوم بتفرق لا يعني الناس بدأت طبعا فيه راحة فيه راحة نفسية الناس بدأت تستابل المشروع يعني بشكل أحسن طبعا اتصاق النحية مع الجهود الكبير اللي بيتم في هذا الاتوار بتجد على الجنب الأقر برضو جهود الدولة في السيطرة على ما يتم من تعديات سواء كانت تعديات على الأراضي الزراعية أو تقنين عملية مخالفات البناء ووضع حلول لها حاجة بتشوف هذه الجهود ازاي بالتوازي مع ما يتم على الأرض الواقع والله واحداك يعني الدولة خالت قرارات يعني هي تأخرت كتير طبعا في السنوات السابقة يعني تسحلت كتير لأنه طبعا احنا مناطق عشوائية ضخمة جدا انت لما بتشوف اي منطقة عشوائية تطويرها النهاردة كم المبالغ اللي بتصرف على تطوير منطقة عشوائية احنا كان ممكن يعني نوفر الفلوس دي كلها لو احنا ملتزمين اصلا بقانون البناء من زمان لكن انت طبعا بتشوف الدنيا لا يعني الدنيا مش حلوة ابدا في المناطق العشوائية المناطق العشوائية دي فيها حاجات يعني صعبة جدا بتبص تلاقي الشارع مثلا عرضه عشرة متر لو بتعمل من جديد كان افضل بمليون مرة ميت طبعا ميت مرة طبعا هو اوفر كتير انما بتبص تلاقي مثلا الشارع عرضه عشرة متر والبرج طالها 12 دور دا مش ممكن تدخل له عربية اطفاء الناس مش متخيلة ليه القانون كان بيقول مرة ونصف عرض الارتفاء صحيح مرة ونصف عرض الشارع كان بيحسبها تعنت من الحكومة بس يا دي اساسا قوانين يعني عربية الارتفاء للصالح العام للصالح العام لصالح الناس اللي ساكن لصالح الناس اللي موجودة في المكان نفسه اه لاني المزل لو حصلت حريقة في الدور السابع والالتامن وانا ساكن في شارع عرض يس على كده بقى كتير مش بس حريقة اسعاية في عربية اسعاية مطافي ضغط على المرافق نفسها بتبص تلاقي المرافق نفسها مش مستحملة العدد دا كله لان الشارع لما تصمم عشرة متر معروف ان كانت مثلا اللي عمر اللي هتبقى ثلاث تدوار اواربع تدوار وفقيت ان دبيت 12 وما وصير الصرف والمياه مصمم على هذا الاطار لقيت حالة من الانفجار عليها حال نتمنى التوفيق للجميع انا مشكرك نورتاني في هذا الحوار مشكرك السيد المهندس احمد عبدالحفيظ عضو مجلس الدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشهيد والبناء نورتاني في هذا الحوار شكرا جزيلا بكده مشاهدين الكرام وصنع حضراتكم لختان فقرات من القاهرة بعد قليل زملتي دينة ابو الفتوح وصحافة الغد في امان الله اشتركوا في القناة